بهجة بما تيسر من لقيمات لكنها لا تنهي مأساتهم ولا تقيهم شر كارثة وشيكة تحيط بهم وببلدهم قد تبدو الصورة هنا كاملة لكن ما يخطى خلفها يظهر ما هو أشد وأنكى فهنا صور تحكي جزءا من المشهد في اليمن وتظهر مأساويته المخيفة مدير مكتب الصحابة عز عبد الرحيم السامعي كتب في صفحته عن وفاة الطفلة وعد حلمي بسبب سوء التغذية من منطقة ذباب مستنكرا رفض المنظمات الإنسانية إقامة مخيمات إغاثية في المناطق التي تحتاج لتدخل عاجل كثر من يدقون أجرس خطر المجاعة في اليمن لكن هذه الصور تبقى إدانات تاريخية مكتملة الأركان آخر التحذيرات أعلنها تقرير في صحيفة الواشنطن بوست قال إن أكثر من ثمانية ملايين مواطن يمني يعانون من المجاعة الفعلية أما منظمة الصحة العالمية فقد قالت إن 76% من اليمنيين يعانون عدام الأمن الغذائي تقول مرنظمات إغاثية دولية وإقليمية إن اليمن في سلم أولوياتها وإنها تنفذ أكبر مشاريعها فيه يقول السعوديون أيضا إن اليمن في قلب سلمان وأن المملكة قدمت قرابة 11 مليار و700 مليون دولار خلال الفترة الماضية ووفقا لما نشروه فإن أكثر من 8 مليارات دولار قدمتها المملكة كمساعدات لليمن خلال الفترة من إبريل 2015 وحتى آغسطس 2017 كما قدمت أكثر من 900 مليون دولار مساعدات إنسانية من خلال مركز الملك سلمان وأكثر من مليار دولار مساعدات مقدمة للزائرين اليمنيين داخل المملكة كما قدمت قرابة 3 مليارات دولار مساعدات إنمائية ومثلها مساعدات حكومية ثنائية بعد هذا التفصيل السريع في أرقام المبالغ التي قدمت لليمن يقفز التساؤل البدهي كالعادة أين تذهب هذه الأموال تبدو المفارقة مثيرة للعار والخجل بين يمنيين باتوا يموتون جوعا وبين أرقام المليارات التي لا يعرف اليمنيون أين مصيرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والكويت والإمارات وقطر وغيرها من الدول قدمت كذلك ملايين الدولارات والمساعدات العينية لإغاثة الشعب اليمني لكن الناس لم تلمس ذلك الفرق في معاناتها اليومية رائحة الفساد في الملف الإنساني أصبحت مخزية والقائمون على هذا الملف لا يستشعرون أنهم يأكلون قبز الفقراء ويسرقون حياتهم ترجمة نانسي قنقر